اشتركوا في القناة عقب زبحها وأرسلها لأسرتها فيما تمكن ضباط المباحث من القبض عليه عقب قيامه بالتهديد بزبح أبنائه في حالة محاولة القبض عليه وكان اللواء مروان حبيب مدير أمنة دقاهلية قد طلق إختارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروة من أهالي قرية تيرة التابعة للمركز بقيام زوج يقتل زوجته زبحة بالقرية وقيامه بالتقاد صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها وعندما حاولوا الإمساك به هدد بزبح أولاده على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروة إلى مكان البلاغ بالفحص تبين أن الزوج يدعى حماد العجوز والزوجة تدعى زينب إبراهيم ناصف ستة وعشرين عاما وأن لديهم سلاسة أبناء ومتزوجين من تسع سنوات وأفدت تحريات أن الجاني والمجن عليها وقعت بينهما خلافات منذ عامين وانفصل على إسرها إلى أن الزوجة بادرة في التصارح الإسبوع الماضي وأقنع قتيلة بالعودة لمنزلها مرة أخرى وتمكن ضباط المباحث من ضبطه بعد أن هدد بإلقاء أطفال السلاسة من شرفة المنزل في حالة الإمساك به وغير تحرير المحضر اللازم بالواقع واختار نياب العمل مباشرة التحقيقات بشكركم على حسن استماعكم فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة